الله يسأل صباحكم يا جماعة الخير وصباح مبارك عليكم بالخير والله يفتح علينا وعليكم والله يا جماعة الخير يا برد وإحنا عندنا للقليل كيف لحنا كبرد الشيمن هذي لولي الخوارج والله إني أعين وإنتم بالكرامة لبكلب ذيل يتحتحت هكذا من مثلنا فقلنا كيف هذا البرد يا جماعة الخلوين عندنا والله يبسنا يا رجال ما شاء الله تبارك الله والله الحمد لله على بردنا لا والله أهول أهول من برد هذا إلى الغرب يا جماعة الخير أم جبال أم شجار كلها تتحت فلج وأعين وإنتم بالكرامة لبكلب ذيل يتحتحت يقوم ويذيله جسمه كله في الثلج وأحنا عين يقول لي لهكذا شوية دم المطار وبعدها أجأ صار علينا من أمس دبغنا دبغ يقبصنا وصار علينا جائه العادة الله يصلح أم جهاوي الله يصلح أم جهاوي لجماعة أنا عالم عليكم لأن هذا توعي أم جهاوي أم جهاوي هذا للواحد عمره خمسة سنوات ستة سنوات يمكن لي بطاطة هذا مملح يقول لي يقول له حار نار هو حار وعاد يزيدونه نار وكذلك أندومي ملح وكذلك شطة وعصيرات فبات يا جماعة الخير هذا اللي الكله طالع نازل وقد الحمام غادي ميجي غادي ميجي عنده حرقا في البن نسأل الله واذا حنترني مدق في شوي هكا حتى الساعة تسعة شعب الرهبو أروح أسوي له تحالي لأن حرقان البل هذا جاهل صغير عاد عمره ستة سنوات سبعة سنوات وهو قديم يتمكنه بسبايا ما هو بسبايا بهذه الشطة يقول يا با أنا وعاد يعترف يقول يا با أنا أكثر منهم شطة وأنا وبعدين وصاخه يا جماعة الخير أمجي هاول هذا ستة سنوات سبعة سنوات ترون هذه جرافي حتى في الحمام يدخل بجاهل ما ينظف نفسه تنظف ترصح مثلا كبير وخلونا واقعين هذه تراهم التهابة هذه تيجي من جرثومة لأنه مفروض أنه ينظف الدكتور يقول لك والدكاترة أنا سبع بهون أخصائل مساركة البولية يقول أنه ينبغي على الطفل أنه ينظف من المقدمة المؤخرة يعني ينظف كل الجهاز التناسل يحقبه ينظف علشان يعني يسلم من الجراثب لكن أحنا أمجي هاولا الواحد هاكا سرعة ويغني زيده وهو داخل في الحمام يغني ومستعجي فهذه ترنها ملاحظة وهذا الفيلم توعوي أنا اليوم يهيب لكم لا يغرقنا أن نمضغفا هاكا ترنفب مثلا بحرش عنه سادح ومخلاص حقه تقولون هذا القحم البلاء معناته سادح وهنا ما أبرود أنا ما هو مبرود أنا هذا اللي الكل بتاعاني من أمصبا غادي ميجي غادي ميجي عمره ستة سنوات ما السبب؟ السبب تمكنهم جهاول هذا الأندومي وتمكنوا هذه الشطة وتمكنوا والأم عن برد هذا بعد شربوا موية حتى نحن قحومة لو ما حنشربها موية ونكافع فذي لجهاول الصغار الواحد يقول بمكس عيله يصل انبرده وقلبه هاكذا ما يشربون إذن عوامل عدة كلها سبابها من تهابة البل هذه وأنتم بالكرامة أولا العدم النظافة وهذا أهم شرط أن يهلي هاكذا يلعب أدواته وعدته وخرج يقول لك ينبغي علي أنه يتطهر ويتغسل بصابون وينظف أدواته وعدته هذه سامحها من أكبر الأطباء والاستشعرية في المسالكة البولية يقول أنه ينبغي على الأطفال الصغار أنه يتنظف إذا كان صغير عام ويتنظفه بحفاظه تنظفه وتنظف صحيح بالصابون وإذا كان واحد عمره خمس سنة وست حاول تنكتل صحيح وتكرر عليه أنه يتنظف في الحمام من المقدمة للمؤخرة كلها تنظف بالماء والصابون هذا الشرط الأول الاعتزال والتقليل من هذه الشطة ومن هذا الحار نار البطاط ومن هذا الأندومي الأملح ومن هذا الكودريك ومن هذه الغازات وهذه المشروعات الغازية يوص الدكتور وكل الأطباء والاستشعرية الكبار أنه يشرب ماء فقط يكثر من شرب الماء والسوائل غير الغازات تشرب عصر برتغال عصر تفاه عصر منقا وزيد المنقا خفف من المنقا أم لح لم كبرها ذلك فينبغي علينا أن نحن نوعي أبناءنا ونصحهم صراحة الآن والله العظيم أقول لكم إنه بايح آدو حتى الآن يهب شوي يهاكل بصفرة وغداء وأجل الحمام يا أبو هنا بطني اللي هو المثانة يظن يمسك على المثانة فنسأل الله نشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأطفالنا وأطفالكم ومعدل نقبول والله يحفظكم وحبكم أبو مطرنا الحربي ولا تنسونا يا جماعة الخرم معلش هذه نصيحة لأنه هذا النظام اليوتيوب لا تنسونا من الاشتراك والليك عشان يجيكون الجديد أول بأول والله يحفظكم ويحفظ أبناءكم